ينضم إليه هنا في الستوديو رازي تطور عزميل الصحف في I24 News وأبدأ بتساؤلي معك من تصريحات جانت التي ينفي بها ما قيل أنها مزاعم لبرمان ويقول أن الحدث سيكون فارقا في إسرائيل رغم التسريبات الإيجابية التي تأتي من هذه المفاوضات في بيت الرئيس الإسرائيلي نعم أنسى بحدثا فارقا هذا يعني بالضرورة أن هذه القضية بطبيعة الحال ستحدد وجهة الأزمة في إسرائيل الأزمة حول التعديلات القضائية الآن تحديدا مسألة تعيين القضاء هذه القضية الأكثر خلافية في كل مسألة هذه الخطة التي جلبتها حكومة نيتنياهو جمدتها مؤخرا وذهبت إلى مفاوضات لكن أيضا هي مسألة دائما كانت جدلية في إسرائيل بحيث الأهمية لهذه اللجنة هي تعود إلى أنها تحدد هوية القضاء في إسرائيل تحديد هوية القضاء يعني تحديد هوية الأحكام التي تتخذ وهناك أحكام مصيرية على سبيل المثال بالنسبة لإسرائيل أن تحدث مثلا على إخلاء الخان الأحمر هذه أيضا قضية جدالية في حكومة نيتنياهو وتعود إلى مناكفات وشهدنا بالفترة الأخيرة لمناكفات بين المستوى السياسي والمستوى القضائي أيضا محاكمة نيتنياهو هذه أيضا قضية جدالية بحيث أن حكومة نيتنياهو أو الساسة في حكومة نيتنياهو أو اليمين الإسرائيلي يؤمن أن من يهيمن على القضاء الإسرائيلي بطبيعة الحال هم يساريون لذلك هذا ما يفسر طبيعة القرارات التي تتخذ داخل جهاز القضاء واليوم نيتنياهو يناور في الهيمنة على هذه اللجنة بحسب تقارير المسربة نعم هو يحاول الالتفاف بمعنى المعارضة تريد تحصيل ترسي داخل هذه اللجنة لتعيين القضاء لضمان توازن بين الاتلاف وبين المعارضة نيتنياهو المعارضة تهدد في حال لم تحصل على هذا الترسي يوم الأربعاء فهذا سيقود إلى تفجر المفاوضات الدائرة لدى الرئيس الإسرائيلي بالمقابل نيتنياهو يحاول أن يلتف من خلال ربما إعطاء المعارضة هذا الكرسي ولكن تحصيل كرسي آخر من خلال نقابة المحامين الليكود يحاول تحصيل هذا الكرسي السيطرة الهيمنة على نقابة المحامين لتحصيل أغلبية في جهاز القضاء لكن بالضرورة حتى لو نيتنياهو قبل بتعيين مندوب عن المعارضة هذا لا يعني أن هناك انفراجة في مسألة خطة تعديلات القضائية في المقابل أنسام وتحدثنا عن محاكمة نيتنياهو اليوم شهدنا إلى تقدم في هذه المحاكمة محاكمات نيتنياهو بقضايا الفساد تدور منذ عام 2016 قدمت لوائح اتهام ضد نيتنياهو عام 2019 لكن حتى اللحظة لم تتحدث عن اختراق كبير في هذه القضية بحيث أن لطالما كان حديث عن تسوية مقابل أن يزيح نيتنياهو من الحياة السياسية تحذف هذه التعمة الموجهة ضده وإلا يزجن لكن اليوم يئير لبيت زعيم المعارضة أدل بشهادته لكونه في فترة عام 2013 كان وزيرا للمالية في حكومة نيتنياهو في هذه القضية التي تحمل اسم رقم ألف هي قضية مقابل منح إجراءات أو تمديد قانون لإعفاء إسرائيليين قادمين من الخارج إعفاءات ضريبية لمدة عشر سنوات يقال أن نيتنياهو تلقى هدايا غير مشروعة من رجال أعمال لبيت رفض أن يعمل على تمديد هذا القانون بحسب توصيات وزارة المالية أنذاك ولذلك يعتقد أن لبيت في عقاب منعه تمرير أو تمديد هذا القانون تم إقالاته لكن لا نتحدث عن تطور دراماتيكي في محاكمة نيتنياهو في قضايا ويبدو أن لبيت بجربته الكثير إذ أن استجوابه سيتواصل لمدة ثلاثة أيام شكرا جزيلا لك رازي تطور صحفي 24 نيوز على كل هذه التوضيحات